اكد سيد سمير ناس رئيس غرفة اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن أزمة كورونا دفعت لتسريع خطط مبادرات التحول الرقمي لدى مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بهدف ضمان وصول الخدمات والمعاملات المطلوبة للأفراد والمؤسسات نعم جاء ذلك خلال مشاركتي في ملتقى الاستثمار السنوي والمنعقد في أبوظبي تحت شعار التكيف مع تحول المشهد الاستثماري تسخير إمكانات جديدة لتعزيز تنمية الاقتصادية عالميا وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي أكد ناس بأن مرحلة ما بعد أزمة كورونا عززت أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار ومعالجة التحديات ومنوها إلى أهمية الدمج في إدارة الشركات والتسويق بين الأساليب التقليدية والأساليب الحديثة هو ما يعطي الشركات مرونة تمكنها في اتخاذ قرارات مستنيرة وتكهيف استراتيجياتها بسرعة للتنقل في المشهد المتغير باستمرار يتناول الملتقة التوجهات الحديثة في ظل التحاول الرقمي الذي تشهده الاقتصادات واستشراف مدن المستقبل وسبل استخدام التقنيات المبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات كما تشمل محاور الملتقة التحولات في أسواق المال العالمية وسبل تحسين مرونة سلاسل الإمداد وترق تعميم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي